بعد شد وجذب طال ملف المحاضرين المجانيين مديرية تربية النجف تشارف على الانتهاء من اكمال تحويلهم الى عقود وزارية اكثر من تسعة الاف محاضر يحذوهم الامل باتمام موعدت به الحكومة وانصاف جهودهم في المدارس على مدى السنوات الماضية كان هناك تأييدات من ادارات المدارس على الحاجة الفعلية لهؤلاء المحاضرين كان لهم دور كبير طبعا في العملية التربوية الكل يعلم ان لا توجد تعيينات منذ عام 2014 لحد الان فكان هناك نقص حاد في الملاكات اعتمادنا الكل كان على المحاضرات لسد هذا النقص الحاصل يوم 6-5 هو اليوم الاخير لإسلام المعاملات من اخوة المتعاقدين نسبة الانجاز عبرنا 95% والحمد لله شكر وتعتمد اغلب مدارس النجافي كوادرها التربوية والتعليمية على المحاضرين الذين لازموا المدارس بالعمل مجانا يقولون ان تحويلهم الى عقود وزارية يأتي تكليلا لجهودهم خلال السنوات الماضية محذرين في الوقت نفسه من تسويف هذا الامر كما حدث مسبقا مديرية تربية النجاف انجزت حوالي ما يقارب 9000 اضبار خاصة بالمحاضرين المتعاقدين نحن كممثلين المحاضرين راقبنا آلية عمل اللجنة يعتمد على العدد الاوامر الادارية للمحاضرين اللي يخدموا العملية التربوية لسنين طوال الحمد لله والشكر ضمنت حقوقهم ضمنت اضباراتهم البيانات اللي موجودة لدى مديرية تربية النجاف منظمة بشكل صحيح لله الحمد اليوم انجاز واضح وصريح يحسب لمديرية تربية النجاف وشهدت النجاف اسوة بباقي المحافظات مظاهرات موحدة للمحاضرين المجانيين للمطالبة بشمولهم بقرار 315 الحكومي في موازنة العام الحالي وهو ما قره مجلس الوزراء بعد ضغوط كبيرة من النجاف محمد رزاق التغيير